قد يستغرب البعض إذا عرف أن أول فنون الكلام هو عدم الكلام يقال إن الكلمة كالسهم حين نطلقها لا تعود وفي هذه المقولة الكثير من العبر التي تنصحك بأن تنتقي كلماتك في حديثك مع الآخرين إذ إننا كثيرا لا ننتبه إلى الألفاظ التي تخرج من أفواهنا فهي باستطاعتها تحتيم متلقيها أو على العكس تماما فقد تمنحهم طاقة وأملا فيما يسعون إليه فهذا يتوقف على مدى تحليك بفن الكلام وأصول الحوار الناجح لذلك أصبح تعلم فن الكلام ضرورة لمستويات المجتمع بغية الحفاظ على روابطه بأشكالها وتحقيق الانسجام والتناغم مع من حولك وهنا ما سيفيدك حتما لإتقان هذا الفن لذا ركز جيدا فيما قيل هنا لتتقن فن الكلام والحوار الفصل الأول إتقان فن الكلام من شأنه أن يحافظ على روابط المجتمع هل سبق وأن طلبت من أبيك شراء شيء ما وقبلت بالرفض القاطع حينها؟ بالتأكيد أن ذلك حصل لأي مننا لكن ما يختلف بيننا حتما هو أسلوب الرفض فمثلا قد تطلب الفتاة من أبيها أن يشتري لها شيئا ما وهي تعرف أنه لن يلبيها فيجيبها الأب بالرفض وهو يعلم أنها ستحزن هذا ما نسميه أقصى اليمين وأقصى الشمال وبذلك تصبح العلاقات داخل البيت الواحد مفككة وباردة إن هذا مثال بسيط ولكن صدقني أن هذا ما يحدث غالبا إن رأيت أن الأمر لا يستحق تلك الجلبة فلتأخذ مثالا آخر مع أشخاص لا تربطك بهم أي تصلة قرابة فكر في طبيب يخاطب مريضه ليصف مرضه ويسأله عن الأعراض التي حدثت معه من عدمها بمصطلحات علمية قد درسها الطبيب في الجامعة بحكم تخصصه لهذا فهي ليست مفهومة للمريض ولم يسمع عنها مسبقا الأمر الذي قد يؤدي إلى سوء فهم المريض وإعطاء إجابة خاطئة للطبيب عندها هل برأيك سيتلقى المريض العلاج الصحيح؟ إن طريقة التعليم في مدارسنا توجهنا إلى كيفية الإجابة عن السؤال ولا تعلمنا كيف نسأل على الرغم من أهمية تعلم كيفية طرح السؤال الصحيح إذ من شأنه أن يزيل سوء الفهم كليا بين الناس لذلك يجب أن نتعلم فن الكلام وبهذا سنبدأ بفن الاستماع أولا نصيحة الأولى لك بفن الاستماع لا تقحم نفسك في الحديث إذا لم يكن هناك ضرورة فالصمت في كثير من الأحيان يظهرك كشخص متزن حكيم كما أن المستمع الجيد هو الذي ينتظر المتحدث حتى ينتهي من كلامه ثم يتدخل في الحديث بما يناسب الطرف الآخر ولكن احذر من الصمت السلبي وهو الخوف من الحديث والاستهزاء منك إذا تلفظت بشيء خاطئ تذكر أن تستمع ليس بالضرورة أن تبقى صامتا طوال الوقت فهناك ما يسمى بالصمت الذكي بأن تدخل الحوار في الوقت المناسب وإن كنت جاهلا بالموضوع المطروح فإما أن تبقى صامتا أو أن تستفسر عن هذا الموضوع وإذا أردت الكلام فليكن مناسبا للمكان على سبيل المثال لا يعد حديثك عن حالتك الصحية وألام الأمعاء وأنت جالس على مائدة الطعام حديثا ملائما بالنسبة للمكان إذ إن حديثا كذلك سيكون من المناسب أكثر قوله في عيادة الطبيب عندما تتحدث وتلاحظ أن المستمع يهز رأسه موافقا ولكن عيناه شاردتان أنصحك حينها بتغيير الموضوع أما إذا كنت أنت المستمع وقد مللت من الحديث فاستأذن بالانصراف عند استماعك إلى أحدهم لا تبالغ في ردات فعلك كأن تندهش خلال حديث عادي أو تشجع المتكلم بنفس الكلمات فلكي تصبح مستمعا جيدا ردد بعض الكلمات التي يقولها المتحدث أو بما يقارب معناها ما يجعلك متحدثا ذكيا هو أن تكون أولا مستمعا ذكيا فبمشاركة تعليقات بسيطة وأسئلة من صلب الموضوع ستشجع المتحدث بالاستمرار في حديثه وبذلك سيهتم الناس بالحديث معك ويمكن تطبيق هذا الأمر في البيت مع أفراد أسرتك لا تهتم إلى نوع الحديث حتى لو لم يكن من ضمن اهتماماتك بل ركز على الشخص المتحدث فالاستماع المخلص والصادق إلى الناس سيكسبك قلوبهم وأفضل منهج يمكنك اتباعه عندما يأتيك شخص ليحدثك عن مشاكله التي قد تعتبرها سخيفة بالنسبة إليك هو وضع نفسك مكانه والتعاطف معه وبعد ذلك حتما ستتمكن من إصداء النصيحة المناسبة له لكن ما هو حل مشكلة مقاطعة الكلام؟ اقتباس ليس عيباً أن يكون بيننا اختلاف في وجهات النظر ولكن المشكلة أن نعبر عن هذا الاختلاف بالشكل الذي ينشئ العداء الفصل الثالث كما لا تحب أن يقاطعك أحد عندما تتكلم كذلك هم الآخرون تتعدد أسباب مقاطعة الكلام سواء أكانت من طرف المتكلم أو المستمع لكن لكل حالة يوجد ما يناسبها من أسلوب فإذا كنت تستمع إلى شخص لا يهمك أو كان الحديث سخيفاً بالنسبة لك حاول أن تغير الحديث بطريقة لطيفة كأن تأخذ كلمة من ذلك الحديث وتضعها في سياق آخر أما إن كنت أنت المتحدث وشعرت بعدم اهتمام من أمامك بحديثك فحاول تغيير الحديث لكن إن كان مهماً ولا تريد تغييره فقم بتغيير طريقة الإلقاء بأن تبسط الموضوع كما كان يفعل الشيخ الشعروي رحمه الله فقد كان يبسط حديثه حول شرح القرآن دون أن يغير في الحقائق والمعتقدات من ناحية أخرى من الممكن أن تكون متعباً أو مهموماً وليس لديك القدرة على مجارات المتحدث عندها بكل بساطة اعتذر منه وأخبره بسبب عدم رغبتك بسماعه بوضوح إذ إنه سيقدر لك ذلك حتماً والجدير بالذكر أن أحد أبرز أسباب مقاطعة الكلام يكمن في نظريتي وأنا كمان إذ يكون المستمع من نوع دائمي الشكوى فعندما يستمع إلى شخص يشكو من شيء ما يسبقه هو إلى الشكوى ويدخل في سباق معه كأن يقول وأنا كمان وبهذا ينتهي كلام المتحدث قبل إكمال قصته مما يسبب فقدان الشخص المقاطع للكلام لمحبة الناس لذلك إذا أردت مقاطعة أحدهم فعليك أن تسأل نفسك أولاً هل تتكلم لتظهر نفسك أمام المتكلم؟ أم أن هذا المتكلم سيكون على استعداد لسماع رأيك حول الموضوع قبل إنهائه لسرد قصته؟ إضافة إذا كنت متحيزاً إلى رأي أو عقيدة ما وسمعت المتحدث يقول عكس ما أنت متحيز له فاصبر حتى ينتهي من كلامه ثم وضح له خلافك معه بالرأي بكل أدب واحترام فهذا يظهر مدى ثقتك بما تقول من ناحية أخرى قد يقاطعك من يريد أن يظهر نفسه أنه يعلم ما تريد قوله فيكمل عنك الجملة حتى لو كانت خاطئة وذلك لإثبات معرفته ورقيه لكنه للأسف عكس ذلك تماماً أو قد يكون المستمع من النوع الضريف فعندما تتحدث يكون على استعداد بأن يقاطعك ليظهر ظرافته حتى لو كان الموضوع جدياً ولا يحتمل المزاح وكأنه يعمل على مبدأ القافية تحكم فإياك أن تستخدم هذا الأسلوب من المقاطعة إلا إذا كان التعليق في محله أو لتلطيف الجو المشحون لكن نصيحة لك أن لا تتوقف عند هذا الحد فلتكمل ما جاء تالياً لا تجعل هدفك عند مناقشة الآخرين معكسة ما يقولونه لك لأنك بذلك ستحول النقاش إلى جدل غير متناهن محاولاً إثبات خطأ الطرف الآخر فتزرع بذلك الكره وينتشر الجهل وتضيع الحقيقة لهذا تذكر دائماً أن تتناقش مع الآخرين بنغمة صوت مناسبة فاحذر الصوت العالي إذا كان المتحدث أمامك هو من يرفع صوته وحاول خفض صوتك حتى يهدأ ويعود لطبيعته وعندما تحاول توجيه النقد ابتعد تماماً عن نقد المتكلم ووجه نقدك للكلام حاول أن تتريث في الكلام لأن السرعة في الرد توحي بأنك مهزوم وتحاول الانتصار لنفسك قد تتحول معاملتك مع المقربين الذين تضعهم في دائرة العشم لقلة ذوق إذا أزلت الكلمات الرقيقة مثل من فضلك إذا سمحت شكراً لذا لا بأس باستخدام مثل هذه الكلمات في حديثك وبإمكانك أيضاً أن تنادي الشخص خلال النقاش باسمه المحبب لديه وستلاحظ عندها أن المجتمع من حولك سيتعامل معك بالمثل لكن احذر مما يسمى بدائرة العشم التي يمكن للمقربين منك استخدامها ضدك فيسمحون لأنفسهم بالسخرية منك أمام الناس لأنهم يعتبرون أن علاقتهم بك قوية وتشفع لهم بذلك لذلك ارسم حدوداً في تعاملك مع الآخرين مهما كانت علاقتك بهم وطيضة ولتبسيط الأمر لك إليك بعض النصائح للتعامل والتحدث مع الآخرين بمختلف الحالات اقتباس إذا كان سبب المقاطعة أنك تجد أن هناك معلومة مهمة غائبة عن المتحدث وإذا علمها قد يتغير رأيه في هذا الموضوع فالأفضل أن تصبر قدر الإمكان عندما تتحدث هاتفياً مع أحدهم عليك مراعاة بعض الأمور وهي عرف عن نفسك أولاً ولا تقم بالاتصال كثيراً والإلحاح إذا لم يرد عليك فمكالمتك ستظهر في سجله للمكالمات الفائتة أما إذا كنت تعرف شخصاً يقوم بذلك فاطلب منه بأدب أن لا يفعل وتذكر أنه عندما تتصل بأحدهم فأنت لا ترى الحالة النفسية التي هو عليها لذلك تحدث معه بطريقة كلاسيكية تخلص من عادة العتاب فالعتاب الزائد يدفع بالناس لأن ينفر منك لأنهم سيعتبرون علاقتك بهم ثقيلة احذر أن تغتاب الناس إذ إن ذلك كفيل بأن يهز ثقتك أمام مستمعك وسيعتقد أنه سيأتي اليوم الذي ستتحدث عنه من ورائه إن شبأي خلاف بينكما إذا كنت تعيش في مجتمع ما ثم انتقلت إلى مجتمع آخر ذي ثقافة مختلفة فعليك احترام هذه الثقافة وخاصة عندما لا تضرك أو تضر أحدا آخر لا تعمم أحكامك على شعب أو دولة فتضع نفسك في موقف محرج إذا تحدى أحدهم مصدر معلوماتك وإذا أردت استخدام هذا التعميم فاستبدله بكلمة على الأغلب وتذكر أن اللازمة المصطنعة تقلل من هيبتك وصورتك أمام الناس وتجعل منك شخصا كوميديا كما أنها تفقد الناس تركيزهم على كلامك وهم ينتظرون سماع هذه اللازمة التي تكررها دائما فمثلا إن كنت ممن ينهي جملا في حديثهم بكلمتي انتواخد بالك أو فاهمني أو لربما إن كنت من محبي اللغة الإنجليزية وتستمر بإضافة كلمة يونو فيما تقوله فتذكر أن ذلك سيطفي مللا على قصتك لذلك تجنب الأمر وخفف من أي لازمة لا تلزمك هناك أساليب متنوعة للحوار وعليك اختيار المناسب منها لتحصل على الفائدة المرجوة من الحوار وهي أولا حوار لعبة التنس إنه الأكثر رقيا إذ يأخذ كل طرف وقته ليتكلم ثانيا حوار البينج بونج ويعني سرعة الرد وقصر المدة لكل طرف ثالثا حوار الجولف الذي يناسب المناظرات العامة إذ يأخذ كل طرف وقته دون تداخل بينهما رابعا حوار كرة السلة وهو الاستحواذ على الحوار ويستخدم للصراع بين المتحاورين فانتقي ما يناسب حديثك من بينهم فقرة بارزة من الكتاب خير الكلام ما قل ودل وخير الأمور الوسط يعني لا كلام طوال الوقت ولا سكوت طوال الوقت لا دخول في تفاصيل مملة ولا كلام بالإجماليات المبهمة المضلة إذا تكلمنا فلابد أن يكون للكلام معناً وإذا سكتنا فلابد أن يكون لهذا السكوت معناً الخاتمة يجب علينا أن نمتلك الحد الأدنى من فن الكلام لأن الكلمة التي تنطق بها لها قيمتها فهي تؤثر على حالة الناس النفسية وبالتالي ستؤثر على حياتنا ومستقبلنا في البداية علينا أن نتقن فن الاستماع فهو يقرب الناس إليك وأن تنتبه إلى عدم مقاطعة المتحدثين ومن ثم يجب أن تتعلم فن النقاش الهادئ المتزن والابتعاد عن الجدل وأخيراً أن تتعلم الذوق في الحديث مع الناس واحذر من سلبية دائرة العشم بوضعك حدوداً في تعاملك مع الآخرين على نحو لطيف ومناسب وكن حذراً في انتقائك لأسلوب حوارك مع الناس فحصن الاختيار يمنحك محبتهم أما سوء الاختيار فيضر بعلاقتك معهم ولا تعاتب كثيراً وإذا اتصلت بأحدهم فاحذر تكرار الاتصال وأخيراً تذكر أن تكون منطقياً ومنصفاً ومتزناً في حوارك بحيث لا يكون هدفك معاكسة ما يقوله الآخرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر